بحث وزير دفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف والأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفية اتخذ إجراءات جديدة لتعزيز قدرات نظام الدفاع الجوية الأوكرانية وادان وزير دفاع الأمريكي خلال الاتصال الهجمات الجوية الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وكذا التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية وجدد وزير دفاع الأمريكي تأكيد على أن دفاع الجوي يمثل أولوية قصوى لجهود المساعدة الأمنية الأمريكية مشيرا إلى تزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة بالإضافة إلى قدرات دفاعية للتصدي للطائرات بدون طيارة